اهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الاخباري قال خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود انه يامل ان تؤدي الهدنة الاممية تماشيا مع مبادرة المملكة لانهاء الازمة في اليمن للوصول الى حل سياسي شامل اكد الملك سلمان في افتتاح اعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى حرص المملكة ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي بما يحقق لليمن وشعبه الامن والاستقرار وجدد الملك سلمان موقف بلاده الراسخ والداعم لكل ما يسهم بوقف اطلاق النار بشكل دائم وبدء العملية السياسية وضرورة وقف الانتهاكات للسبزازية الحوثية المسلحة داخل اليمن هذا ورحب مجلس الوزراء خلال جلسة الاسبوعية بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من حرص على احلال السلام في اليمن وان تؤدي الهدنة التي تراها الامم المتحدة تماشيا مع مبادرة المملكة لانهاء الازمة في اليمن للوصول الى حل سياسي شامل واكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على ما تبديه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي من حرص على تمديد وتوسيع الهدنة الاممية وموافقتها على المقترح المقدم من المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة والذي رفضته ميليشيات الحوثي في تأكيد على تهربها الدائم من استحقيقات السلام وانها مجرد وكيل لتنفيذ اجندة النظام الايراني ومشروعه التخريبي والتدميري في المنطقة اصيب مدني برصاص قناصي ميليشيات الحوثي بمحافظة تعز بالتزامن مع تواصل موجهة العسكرية بالجبهة الغربية للمدينة وقال مصدر محلي ان مدنيا اصيب بكتفه برصاص قناصي الميليشيات الحوثية المتمركزة بتبة الصالحين بمنطقة الشقب جنوب شرق مدينة تعز وبحسب المصدر فان المصاب اسعف الى احدى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج اللازم موضحا بان الميليشيات الحوثية قصفت بالتزامن المنازل والمساكن بذات المنطقة حذرت مساعدة الامين العام للامم المتحدة لشؤون الانسانية ونائبة منسق لغاثة الطارة جويس موسيا او مسهويا حذرت من خطر المجاعة الذي يهدد الملايين اليمنيين هذه التصريحات جاءت في ختام زيارة ميدانية لمساويا استمرت لاكثر من اسبوع لعدد من المحافظات اليمنية وطالبت بضرورة تكثيف المساعدة الانسانية لملايين المستضعفين من خطر المجاعة الذي يهددهم هاية الموجة زر اللقاء